حجز أموال وطلب حضور خلال مهلة محددة قد يبدو هذا الخبر طبيعياً في سياق حكم تصدره محكمة مستقلة في ظل دولة ذات سيادة لكن الأمر يذهب باتجاه أن يكون مشهداً كوميدياً حين نعرف من الجهة التي أصدرت الحكم ومن هم المستهدفون منه ألاحد الماضي أصدرت ميليشيا الحوثي عبر ما تسمى بالمحكمة الجزائية الكائنة بصنعاه حكماً بالحجز التحفظي على أموال ثلاث شخصيات رسمية فضلاً عن طلب حضورهم خلال ثلاثين يوماً من نشره في جريدة رسمية مختطفة لدى الميليشيا التهمة هي ارتكاب عدة جرائم من بينها الخيانة العظمى والتخابر مع إسرائيل تبدو القصة بنظر ناشطين أقرب للكوميديا الهزلية فالميليشيا المنقلبة على السلطة والتي تقود حرب تمرد ضد الدولة تدين ثلاث قيادات عليا في الجمهورية تتمتع بالشرعية المحلية والاعتراف الدولي هم الرئيس هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك ووزير الخارجية خالد اليماني وفق محللين فإن الحوثي يهدف من إصدار الأحكام غير القابلة للتنفيذ إلى خلق حالة من الإيحاء بأنه سلطة حقيقية لكن آخرين يرون أن مثل هذه المحاكمات الصورية تعبر في جزء منها عن سياسة للهاء التي تمارسها الميليشيا لإبعاد الأنظار عن الاتهامات الموجهة لها بعرقلة تنفيذ مراحل إعادة الانتشار في الحديدة وإطلاق سراح المختطفين لديها إلا أن الحكم الصوري ضد رموز الشرعية يلخص بنظر سياسيين حالة الشرعية التي أضاعت فرصا كثيرة لإيقاف ما توصف بأكبر مهزلة عرفتها اليمن ميليشيا الحوثي